اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات عام 22 للدول العربية لميشيل حاي قليل عبداللطيف وعلي العيس توقعات دي موجودة على موقع في الانترنت حابة بس ان انا اوضح قبل ما ابدأ علشان انا ما سمعتش التوقعات دي منهم شخصيا على فيديوهاتهم ان احنا متعاودين ان انا بقول التوقعات من الفيديوهات بتاعتهم وبعدين بنقلها لكم موجودة على موقع ولكن لما قرأت التوقعات لقيت فيه كتير منها كانوا قللينها فعلا لعام 2022 فيه منها ملتش كلها تمام عشان بس الناس تبقى فهمة انا بعمل ايه معاها وبقول لها ايه وفي نفس الوقت الامانة تحت من انا اقول لكم كده قبل ما نبدأ التوقعات الموقع ده اسمه موقع الملف تقدروا ان انتو تكتبوا كده توقعات 2022 تنبؤات وتوقعات 2022 لدولة لبنان تعال نشوف مع بعض التوقعات ايه مشال حيك بيقول ان الدولار سيصبح متوفر وطازجا ومعروضا بسعر مقبول لدرجة ان المواطنين ستمكنون من شرائه من سوق الاحد كما توقع حيك ان اموال اللبنانيين ستعود كما اختفت وقال نحن في جهنم منذ سنة والان اصبحنا في طريق العودة منها وما نحتاجه بعد هو سنة تقريبا توقع حدوث انفجار ثاني بعد انفجار مرفق بيروت كما تطرق في توقع اخر لمنطقة قصروان حيث اشار انها سوف تكون محورا لاحداث معينة واضاف لا يذال صوت نتانياهو يضج في رأسي وصدى تهديده للبنان لا يفارق سمعي واخاف ما اخشاه على حدود لبنان الجنوبي مع فلسطين المحتلة التسوير الرئاسية الحكومية ستكون شرارة بتولع تسويات اخرى رئاسية وحكومية واللعب بالنار سيفتح شهية اسمين جديدين على رئاستي الحكومة والجمهورية ادوار بارزة لفنانين في صنع القرار في لبنان الجديد كما في لبنان ايضا في سوريا ولن يبقى اسم العقدة في لبنان حزب الله وامين والعام السيد حسن نصر الله سيكون الحل ايضا حزب الله ونصر الله في وجهين واسلوبين واوضح انه يوجد سقوط متنقل ومتنوع لمجموعة فئات سواء كان بالاشكال او الاسباب ويكون بعده سقوط لعدة شخصيات لبنانية من الصفوف الاولى والتانية والتالتة ليكون باستطاعة لبنان تحقيق النجاح يوجد معجزة انقاذية ضخمة سوف تحصل في لبنان وسوف يتحمل البشر المسئولية لانقاذ الدولة اللبنانية من الوقوع معرفة النظر الا ان هناك عجوبتين واحدة من صنع السماء والتانية من صنع البشر زي ما انتوا شايفين معظم التوقعات دي هو فعلا قالها او كلها تقريبا توقعات ليلى عبداللطيف لعام 22 ايضا قالت كشفت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف عن توقعاتها وقالت ليلى ان عام 22 سيكون افضل من عام 2021 على المستوى الاقتصادي للدول حيث ستشهد ممكن بعض الدول بعض المجاعات والازمات الاقتصادية والكوارث ودول تانية ممكن تزدهر ويبقى فيها نهضة زي الدول العربية متوقع لها نهضة اما الدول الاوروبية والامريكية وهكذا متوقع لها للأسف العكس نكسة مؤلمة وكشفت ليلى عبداللطيف عن اختيالات جديدة في لبنان مضيفة ان هناك رؤساء سيصابون بكورونا منهم قادة عرب لن ينجوا منها انهاء الملف السوري العراقي اللبناني وحسم الملف نهائيا عودة المظاهرات اللبنان واسماء سياسية كبيرة ستغادر لبنان سوف يتم التعامل في 2022 بلبس الكمامة وهتكون الحياة عادية وهذا ما اوضحته حول فيروس كورونا ويوجد عفو عام سوف يصدر بحق اعداد كبيرة من سجناء سجن روميا المركزي وكشفت عن وجود العديد من الرؤساء العرب والاجانب سوف يقومون بزيارة لبنان خلال فترة زمنية قليلة قادمة الموت سوف يأخذ بعض الشخصيات السياسية البارزة في لبنان وقبل نهاية عام 2021 وبداية 2022 كمان وسوف تشهد الدولة عدة محاكمات لرجال الدين وبعض الدول العربية المجورة وسوف يتم رفع سورة قائد الجيش جوزيف حون في وسط فتفات مؤيدة للجيش اللبناني بالشوارع وهو احد ابرز الانجازات العملية المهمة للمؤسسة اللبنانية العسكرية تحت ظل قيادة العماد قائد الجيش ووضحت المتنبئة ليلة عبداللطيف خلال حدثها بانه لا يوجد شخصيات بديلة عن سعد الحريري وهيكون له دور قوي جدا في الحكومة او في البرلمان او في الدولة من ناحية السياسية مش لازم ان يكون هو رئيس الحكومة اما بالنسبة لتوقعات 22 للبنان لدكتور علي العيس قال حدث امني كبير في لبنان يتم الكشف من وراء هذا الحدث قصة انفجار بيروت بشكل كامل وهينكشفوا كلهم وسيخضعون للمحاكمة وهروب شخص واحد منهم وسيكونون خلف القطبان وهم اسماء سياسية كبيرة مواجهة ضخمة بين حزب الله والكيان الاسرائي لتذكرنا بتفاصيل عام 2006 بشكل جزئي والمفاجأة الكبرى هي الضربة اللبنانية التي ستطال مناطق حساسة للمرة الاولى بتاريخ الصدمات بين الكيان السيوني وحزب الله والضربة اللبنانية سوف تطال العمق وضجة اعلامية حول السيد حسن نصر الله ما بين اين هو وما بين المفاجأة في مكان ظهوره الخوف على اسماء كبرى في لبنان شيء يراه حول الرئيس نبيه بري وشيء اخر شخصي حول الرئيس الحريري وشيء مفاجأة على عائلة الخياط والمكينة الاعلامية الخاصة بهم من انواع المغادرة الجماعية والكبرى اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي لبنان وسرهم على حدود بلادهم السورية بشكل كبير وملفت للانتباه وهذا بتسهيلات من حكومة دمشق وجود قناة اعلامية معروفة ومشهورة جدا على مستوى لبنان والمنطقة العربية تنعي رئيسها التنفيذي او احد وجوها من اصحاب الصف الاول في مجال الاعلام في لبنان هناك خوف على رجال الدين المسيحي في لبنان ويوجد تطور ملحوظ في ملف الطاقة الكهربائية في لبنان ويتبين على اثاره ان احد العقود الموقع في مجالات استثمارة للطاقة بان هناك 24 ساعة هتكون للطاقة شغالة 24 ساعة ومستمرة في لبنان وهي لم تكن حلما بل كان وارد تحقيقة وسوف تصبح حقيقة ويوجد نوع من الاحداث الامنية الكبيرة في الضحية الجنوبية ووجود امر خطير والاعلام يتداول عدة فضائح واحداث خطيرة متولية محصورة ضمن الضحية الجنوبية يوجد ضجة كبيرة بانتظار السيد جبران باسيل ويكون هناك صدام بينه وبين الرئيس ميشيل عون على العلن هذه المرة ويوجد مشهد غريب نوعا مع التلفاز التلفاز وتبادل الاتهمات العلنية في تاريخ العهد الرئاسي الحالي وبعض الاسماء النيابية التي ينتمي اليها الرئيس ميشيل عون بينهم مشاكل ينتج عنها مشاكل عنيفة ومن المركح حدوث هزات ارضية او انزلاق للتربة في لبنان وجود المشاكل الزهرة في المخيمات بشكل عام ووصفها بالخطيرة جدا هذه المرة وهناك اختيالات لشخصيات فلسطينية على يد اشخاص فلسطينيين ذات نفسهم واكتشاف شبكة كبيرة في لبنان مهمتها التصفيات والاختيالات والاقاة على السلم الاهلي في لبنان ولكن المخابرات الجيش سيكون له بصمة كبيرة في كشف العملية ولكن بعد عمليات اختيال عديدة في لبنان وتاقع ده خصوصا بدأنا نشوفه لدلوقتي ومن الواضح انه مكمل معانا كمان لعام الفين اتنين وعشرين بكده نكون انتهينا من توقعات ليلى عبداللطيف ميشيل حيك وعلي ليس لدولة لبنان لعام الفين اتنين وعشرين لو عجبكم الفيديو هبتدي ان انا ادور على توقعات لدولة تانية على هذا الموقع وان شاء الله هتكونوا انتوا اول اللي عارفين بهزي الفيديو هات شكرا واشوفكم بخير ما تنسوش بس تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان تقدروا تتابعونا في كل جديد بينزل على القناة شكرا واشوفكم بخير يا احلى الجمهور واحلى متابعين لقناة مساء الاخبار شكرا واشوفكم بخير